أهلا بكم انتهت قبل قليل مواجهة الوحدات وصحاب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دول المحترفين لكرة القدم بالتعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد الملك عبدالله في القويسب هذا وتتواصل الليلة لقاءات الأسبوع الرابعة عشر حيث يلتق الرمثة مع الصريح على استاد الأمير حسن في مدينة إربد ويسعى الرمثة لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق فوز الثاني على ثوالي بعد تغلبه الجولة الماضية على شباب الأردن بدوره يدخل الصريح اللقاء باحثا عن الفوز ولا غيره كونه يملك عشر نقاط فقط في المركز الأخير أعلن نادي رمثة تعاقده رسميا مع المهاجم السنغالي الهادي سالم في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف فريق كرة القدم وتم تجربة الهادي سالم قبل حسم قرار التعاقد معه لمدة موسم ونصف ويعتبر الهادي سالم المحترف الثاني في صفوف الرمثة لينضم إلى مواطنه المدافع كوليبالي ويأمل الرمثة أن يساهم الهادي سالم في تعزيز القدرات الهجومية للفريق خاصة وأنه بات مطالبا بتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر افتتحت البعثة الأردنية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي رصيدها من الميداليات من خلال ذهبية نجم الجنباز أحمد أبو سعود وكان تتويج أبو سعود بالميدالية الذهبية متوقعا لما يملكه من موهبة وخبرة في الجنباز بدورها تتوجت لاعبة منتخب التايكوندو راما أبو الرب بالميدالية البرونزية فيما اكتفى عمار فهد بالميدالية الفضية في تايكوندو بعد خسارته في المباراة النهائية من اللاعب الإيراني أحمد علي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 يوما واحدا وبذلك ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل في الدوحة وعلى ملعب البيت وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في الحادي والعشرين من ذات الشهر لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انفصاله بالتراضي عن مدرب أسود الأطلس وحيد خليلوزيتش وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022 وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان إن هذا القرار جاء بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى حول الطريقة المثلى لتهيئة المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات المونديال المقبل ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلوزيتش مؤكدا أن الاتحاد سيوفر جميع الوسائل والإمكانيات للإعداد الجيد للمنتخب المغربي في أفق مشاركته بنهائيات كأس العالم نهاية النشرة الرياضية عودة لك ليلى شكرا حلا